حاسيبا كروش وكذلك الطبيب فتحي بن أشنهو أهلا بكم مساء الخير مساء الخير سيدي مساء الخير حاسيبا إذن قبل أن ننتقل لك سيد فتحي بن أشنهو نتحدث أولا عن أحوال الطقس حاسيبا كروش معك خاصة فيما يتعلق بساعات القليلة القادمة وهذا البيانة التحديري حول ارتفاع درجات الحرارة تفضلي حاسيبا بالفعل هاجر قلوا مساء الخير سيدي مساء الخير مشاهدين الكرام بالفعل أجواء كما ذكرت هاجر حارة يوم الغد إن شاء الله ستصل إلى درجتها القصوى يعني ذروة الارتفاع المحسوس في درجة الحرارة شهدناه يوم أمس سيصل يوم الغد الخميس يعني آخر أيام هاجر يعني آخر أيام امتحان شهد التعليم المتوسط ستعيش المناطق الشمالية خاصة على وجه الخصوص أجواء حارة نسبيا على غير العادة حيث يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى حوالي 42 درجة مئوية تحت ظل هاجر يعني ستصل إلى حوالي 47 درجة بمدينة قلمة يعني درجة مرتفعة جدا يعني درجة المندوها درجة الحرارة هي تحت ظل زميلة هاجر يعني ونزيدو لها لما نمدوها نزيدو لها خمس درجة درجة المحسوسة بالإضافة لكل هذا هاجر يعني التلاميذ يعني يعيشوا ضغط نفسي يعني الأجواء تكون عندهم حارة أكثر من نسجلوها بالفعل هل هنش عذرت كذلك حتى ما يقولوش أنه بسبب درجة الحرارة يعني لابد أن نضرقين بالفعل لكن وصلي في ميتارك بالفعل هنسجلو يعني 42 درجة مئوية تحت ظل بمدينة قلمة 40 درجة مئوية تحت ظل يعني هنسجلو 45 درجة بكل من مدينة عنابا بجايا بويرا طارف جي جي سكيك تاتي زيوزوب حتى مدينة بومردس كذلك كلمسيلة أما في الجزائر العاصمة هنسجلو 34 درجة تحت الظل يعني هنسجلو 39 درجة تكون محسوسة بكل من العاصمة كذلك مدينة بورجبوري ريجعين دفلال بليدة تيبازا حتى مدينة اسطيف وهذا يوم الغد الخميس بحول الله لكن بداية من يوم الجمعة هاجر ويومي الجمعة والسبت تعود درجة الحرارة تراجع نوعا ما ليس يعني بالصفة التي نحسوها يعني يصد تصل إلى حوالي 30 درجة إلى ما بين 27 حتى 30 درجة لأغلب المناطق الشمالية نعود الآن لتوقعات التقسى لمساء اليوم بحول الله مثل ما نشاهد في الصورة أجواء غائمة جزئيا مع بعض السحب الخفيفة مثل ما نشاهد في الصورة تخص المناطق الوسطى حتى السواحل الوسطى لكن تكون ليلة هادئة مستقرة على المناطق الغربية حتى المناطق الشرقية بالجنوب مثل ما نشاهد في الصورة أجواء مستقرة على العمو مع بعض السحب الخفيفة حتى تخص منطقة الصورة كذلك على غرداية عنصال حتى على مدينة ثمنص وكذلك على أقصى الجنوب وكذلك على الجنوب أشقي كمنطقتين إليزي وجانات فيما يخص درجة حالة نسجلوها اليوم في اليل إن شاء الله هي الأخرى ستبقى دايما في المعدة الفصلي مثل ما نشاهد في الصورة تكون نوعا ما مرتفعة لطيفة ودفئة في نفس الوقت تحت روح ما بين 17 درجة حتى 22 درجة على أغلب المناطق الشمالية وما بين 23 درجة إلى غاية 26 درجة على أغلب المناطق الجنوبية فيما يخص وقوعات تقصى العموم يوم الغد إن شاء الله الخميس كما ذكرت الأجوار ستكون حارة نسبيا ستكون مشميسة مثل ما نشاهد في الصورة على أغلب المناطق الشمالية مع بعض السحب الخفيفة لتكون دون فعلية تمييز أغلب المناطق الشمالية وحتى على المناطق الجنوبية كذلك هناك رعود منعزلة مرتقبة إن شاء الله بداية من ظهيرة الغد الخميس بحول الله تقصها كذلك مساء الغد إن شاء الله على المرتفعات الداخلية الغربية الوسطى وحتى الشرقية كذلك سجل رعود منعزلة على منطقة التيندوف كذلك على مرتفعات الهوكار والطاسي حتى على جنوب مدينة تأورقلة زوا بيرامنية أيضا تبقى دايما ونحن في فصل الرابع تنشط على الجنوب الغربي وكذلك على شمال الصحراء فيما يخص دراجة اللي نسجلوها ليسا اليوم الغد يعني خلال ظاهرة وصباحة يوم الغد الخميس إن شاء الله كما ذكرت تبقى دايما الأجواء حارة نسبيا صيفية يعني دراجة حرارة مثل ما نشاهدوها تكون تحت الظل ونسجلوا 34 دراجة بالجزائر العاصمة ستصل إلى أقصى درجة إلى 42 درجة مئوية تحتضر على أغلب المناطق الداخلية بالجنوب أجواء كذلك قادمة حارة ما بين 36 إلى غاية 44 درجة على أغلب المناطق الجنوبية جزيلة شكرا لك حسبك روش على هذه التفاصيل متعلقة بحالة التقص طبعا ونحن نتحدث عن حالة التقص ننتقل إليك سيد فريد بن أشنهو طبيب عام وكذلك مهتم بصحة العمومية ووزارة الصحة وضعت بيان تحذيري خاصة بالنسبة لأطفال والمسنين مع ارتفاع درجة الحرارة قبل أن ننتقل إلى طرق ونستنع إلى تصريح تصريح نتحدث أولا لماذا صغار السن وكذلك يبار السن هم أكثر عرضة لخطورة ارتفاع درجة الحرارة نصح حاجة بلك تكون غموض ما نين مثل له وزارة الصحة لواني نتكلم كطبيب محظم كطبيب بالطبع البيان تعوي زارة الصحة تعوي زارة صحة معاني أولا أنا فرحان بللي الأخت داع المناخ الجوية هذه الحالات اللي رانا ندخموهم وننخلعوه يعني درجة الحرارة يا جماعان على دوبليس رانا عايشين في الجزائر ما نش عايشين في لاصياد ولا الدانمارك أولا هذه الحاجة الطبيعية كان المواسم الموسم التعصيف بدأ بهذه الحالات ولكن على ذلك اللي قلت لك فرحان للأخت داع الأرصال الجوية هناك لما نهضروا تغيير المناخ لما نهضروا على المختصين وش تهم يقولون هذا المراحل التعوين الدرجة الحرارة الترفع راح تتقوى في الوقت وراح تطول في الوقت هذه لازم نهيئة روحنا المشكل ماشي الطبيعة كيف راه تكون المشكل أنا كيف نتلائم كم أصدر بطير ناتيو أولا هضروا على المناخ المعيدة عنها مثلا النسيج النباتي اللي كان في الجزائر النسيج المثال التيسوي فيجيطال اللي كان ناخذ مثال اللي نعرفه لأنني مكان عايش فيه المتيجة لما نحينا كل راهي ولت سحرات على بيطه الآن في الوقت هذا رأي سحرات على البيطان دوك والبيطان عنده خصوصيات تتاعه روي خزن الحرارة البيطان كان السجار كان يغطي نبين مثلا كيف تترفع الحرارة كيف نغير المناخ كان ما كان هنا خلاب هنا يقولون له مكتع خيرة في طريق زلد لوا والله العظيم ما راح يقول لي لو ما نوقفوش نديروا هذه المنطقة محمية من طرف المسؤولين محمية ما كان شي شكارة سيمة ما تتخلش فيها لا نشوف ركي تشوي بلي هذا المناخ لازم نحن ثانيا ثانيا عندنا المعلومات تقليدية نوجهها للمواطنين هي مثلا لازم شرب الماء الشرب الماء ضروري لما أني نقول الماء ما ليش نقول مشروبات القزوز واللاجو لأن الماء هو السائل الوحيد اللي يجيب لنا استقرار في الدم بتاعنا إذا نشرب السكر بمواد بتاع السكر كتير رأي كمية السكر تترفع خلينا من الخطورة تعديابة ناضيك تترفع الله سبحانه يقول لك وخلقناكم في أحسن تقويم داتنا الأجهزة في داتنا عندها الأمكانيات لازمها تكون معادلة في المواد اللي موجودة لما يترفع مادة رأي بتاع السكر رأي يقواننا العطش رأي يقواننا العطش والناس يروحوا يزيدوا يشربوا القزوز واللاجو ويزيدوا يدخلوا في دوامة خطيرة سيتنسيخ لازم يشربوا الماء بالأخص الناس العجازة لماذا ناس العجازة؟ هذه هي والأطفال كبير والأطفال لماذا العجازة؟ لأن قلت لك لدينا أجهزة اللي تسمح داتنا بها تكون أحسن تقويم ولكن لما نتكبروا نتكبروا أرى أننا نفقدوا هذه الوظيفة تعالعطش أن يلخص والأطفال الصغال لأن هذه الأجهزة تعالعطش ما أرى في التكوين أو في النمو ممكن سيد بن أشنه كذلك نتحدث عن الحوامل ومعنا حاسي بكروش يعني في فترة حمل هل يعني نسبة الماء المتناولة لا بد أن تزدارها أو يؤثر؟ الجنين أرى موجود في الماء لا هذك الماء ينقضلوا بمشكل هالناس النساء الحوامل المروق عليهم وإن شاء الله رب يرزقهم هذك لازم تشرب بالماء 70% من الوزن التعنا تعدات الإنسان متكوينة منها واجعلنا من الماء كل شيء إذا واحد يوزن 100 كيلو 100 كيلو ورمكينين السمنارين وجودة إذا واحد يوزن 100 كيلو 70 كيلو من الماء 70% 70% من الوزن التعنا متكوين من الماء راكي تشوفي حاجة أخرى لما يكون عندنا يسهل لا دياري شامل واحد تخلوه شرب الماء قولي كيف هراني ندفق بالماء هذه الأفكار هذه نقصة عند الجزائر ربما في التعامل لو سمحتي هذه النقطة الحساسة هنا لازم الصحة العمومية تدخل لازم التربية الصحية لازمها تكون فعالية والحمد لله عندنا جهاز تقبي عندنا جهاز صحي في الجزائر ولكن كما يقول لك بالرومية إلي مالسخ ذي هل أنت هنا تقصد أن البيانات فقط الاكتفاء بالبيانات أمر خاطئ في الأخير شوفي وزارة راهي الفوق وزارة راهي الفوق تطعي بيان ولكن نحن نطلب وننجم ونهيئ قلت لك عندي جهاز ما ناش نستعمله هو النظام الصحي في الميدان في الأحياء لأننا عندنا الصحة جوارية عندنا مراكز صحية قاعدية مثلا الآن راهي الوسائل الإعلام راهي نشطط وراهي تبلغ هاي يروحوا الآن في الأحياء في البوليكلينيك هاي اللي رام ينتشروا في الحي اللي موجودين ويعطيوا المعلومات اللي راكي تطيهم هاي لازمنا نطخ إكزيغ سيد لاميسين نخرجوا من الطيب العلاجي خاتي عليها لو كان يصروا مشاكل عند العجازها وخاتي يصروا لهم اللي نجري وليزامبيولانس وكلش لماذا ما سبقوش الأمور ونبلغوا للمعنيين بالآمن نبلغوا للعائلات الآن هذا رايحة الترفع السنة ولكن الفانكسيونمان تصنى حتى المرضيبان به نبدأ ونجري ونداوين بالأدوية حتى نتحدث بشكل فقط في الختام نتحدث إلى أي درجة تصل خطورة ارتفاع درجة الحرارة على الإنسان يعني أقصى خطورة يمكن أن توصلها شوفي إحنا عندنا وش قلت لك في أحسن تقويم إحنا داتنا تكوننا كي خلقنا الله سبحانه لازم عندها 37 دقري هو في عظامته قال لك لازم 37 دقري ما لازمش تتنجم تتغير بدقري وعرفي باللي 37 دقري ما لازم أشطلها بطو ما لازم أشطلع لازم وداتنا عندها الأمكانيات مثلا الواحد اللي يعرق لما الحرارة تترفع نبدأ ونعرقوه هذيك وسيلة تعدادنا ولكن لا تخلي الأمور هذي المشكل مثلا هذه نتوجه للأمهات خاتشي هما اللي يحص صهرانين على الأطفال مثلا تحام الطفل تصرع له كريز كوميسيال لأن الحرارة ترفعت ترفض الطفل ريحطاته في المهد التحاولة ببنكتحا ونسيته وتفرح والله يقعد عاقل ما يبكي موالو الحرارة تترفع هذي أنت هنا تشير بأنه حتى بعيدا عن الشمس أنه الناس في بيوتهم إذا كانت الحرارة مرتفعة ستؤثر ياتيك صحة وتحدثنا عن خطورة استخدام المكيفات الهوائية كبديل عنه تلميذة مشتهدة لأنه كيف همتي وشن هي الشمس السمس عندها زوج حاجات كالأشعة عندهم ضو وكان حرارة السمس كان يقول لك كان قاعد في الظلم ولكن دراجة الحرارة مرتفعة هذيك اللي دونك تشوفي هذي ولكن أنا ما نلومش الناس لازم هذه المعلومات يدخلوا موجودين بصيفة عامة عادية في المجتمع التعناه التقافة التقافة ماش خيالية التقافة لازم تكون التقافة هي كفاهم عيشتي اليومية المكيفات علاقة القبيلة على النسيج النابتي الطبيعة المكيف الطبيعي هو الأسجار هما لهذا السؤال احنا لما نحطمهم من الجهات ونواسعهم هذه حاجة أخرى النقطة عندها أهمية الحوايج اللي نبسوهم مادة لازم القطن هنا مثلا ارانا ندخلنا السوق بتاعنا ارانا بالنيلون هذا الثاني لازم نتلأمه نأخذه كما الدول كما الباكستان كما أفغانيستان كما يستعملوا القطن ما يستعملوه احنا يرانا نستعملوه وعنده ضو هنا تقول لي كيف نحربوه شوفي الحالات اللي أدويك الخطورة لما تكوني وعيا بهذه الحالات وكيف تتصرفي معاهم الخطورة تتقلص تروح الحديث دائما معك شي اختفضلي ناول سيدي فيما يخص التلاميذ اللي غدا يجتازون من درج الحر يوم الغد ستصل إلى ذروتها ستصل إلى 42 درجة يعني التلاميذ مع الضغط النفسي يعني نهاية الفصل الامتحانات يعني آخر يوم من الامتحاد ما هي نصحة قد معل التلاميذ شوفي النصحة النصحة مثلا الامتحانات لازمنا مسبقا نخمولهم ماشي نهار الامتحانات أولا عادة في التلاميذ التعنا ولا عادة يمشي بالتعجيد فيه الجيد فيه يخدم بالسكر لما يدخل للقيس ما رح يعطش رح يصير الثيرابات في ذاته ثانيا قبل الامتحانات رح يدد موجودة في السوق المنشطات ونقعد هنا المنشطات هذا فيها خطرات تعطي لازم أولا قبل كل شيء لازم يدخلوا بقرعة علماء يوم الغد يوم الغد لما لا المدرسة والبكان وانا امتحانات يديروا ستوق تعلماء وينحيوا كما وينحيوا البورتابون يموافق معهم ينحيوا كل حاجة مشروبة فيها سكارية ينحيها ركي تشوفي إجراءات في الميدان أنا نجي منها ضرب ولكن قلبي روين ينفاجر لأن غدوة نشعر نتمنى أن تلميذ الأولياء كذلك يستمعوا جزيلا شك لك سيدة فايد بن أشنه هو الطبيب ولكن كذلك حاسي باكر روش كان نقاش شيق شكرا جزيلا لك نبخل طبعا